وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها السادة مع أسئلتكم واستفساراتكم والتي نعرضها على سماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب بسماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان أهلا ومرحبا لشيخ صالح حياءكم الله وبارك ذيكم نبدأ برسالة الأخ أبو سعد يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يعطينا السبب في نزول سورة الانشراح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبب ذلك والله أعلم أنه تأخر نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب أن المكان كان فيه جر كلب لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فلما جال هذا المانع تواصل الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المشركين في فترة تأخر نزول الوحي فرحوا وتطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نرى ربك إلا قد ودعك وقلاك وما أشبه ذلك فأنزل الله جل وعلا هاتين السورتين فقال ما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل هذا رد على ما قالت المشركين وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وأنزل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك كل هذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين نعم بارك الله فيكم يقول السائل شيخ صالح النفوس المطمئنة هل تكون في الدنيا والآخرة وكيف تكون هذه النفوس النفوس على ثلاث درجات كما جاء في القرآن نفوس مطمئنة ونفوس أمارة بالسوء ونفوس تارة وتارة نعم له الحقيقة استفسار أخير في رسالته طويلة ومنها الاستفسار عن الآية في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نعم هذا في يوم القيامة هذا في يوم القيامة فإن المؤمنين يكونون متحبين ويتجالسون على سرر متقابلين و هذا إذا كانوا في الدنيا على طاعة الله وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى فإنهم يوم القيامة تبقى المودة التي كانت بينهم المودة الإيمانية التي كانت بينهم في الدنيا فيلتقون ويجلسون على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فاكهات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنوء هذا ما يلقونه يوم القيامة المتحابين في الله المجتمعين على طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ورد يا شيخ التائب من الذنب كمن لا ذنب له نعم يمحو الله الذنب بالتوبة يمحو الله الذنب بالتوبة ويمحوه بالاستغفار ويمحوه بالأعمال الصالحة بدلوا الله سيئاتهم حسنات نعم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن المشعر الحرام يقول ما المراد بالمشعر الحرام أرجو التفصيل في ذلك لأنني قرأت بأن المشعر الحرام هو عرفة نعم المشعر الحرام يعني الواقع في الحرام وهو الجبل جبل مزدلفة هو جبل مزدلفة هذا المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وذلك هو المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها والدعا فيها هنا له الفقر الأخير يقول من جاء يوم عرفة ليلا ووقف بها وهو مفرد في الحج نعم لا بس بذلك من طلوع الشمس يوم تاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد يوم العاشر كل هذا وقت للوقوف بعرفة متى جاءها في ليل أو نهار وهو محرم ووقف فيها ولو مار بها أجزأه ذلك عن أجزأه ذلك عن الوقوف بعرفة أما بمزدلفة فيبيت فيها العجاج إذا صرفوا من عرفة يبيتون فيها إلى نصف الليل على الأقل ومن جاءها بعد منتصف الليل فإنه يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر فيها نعم بارك الله فيكم الشيخ صالح عبارة افعل وراء حرج يوم العاشر من ذي الحجة هذه أعمال الحج التي تفعل يوم العيد رمي الجمرة العقبة والحلق أو التقصير ثم بعد ذلك النزول إلى ميناء نعم فضيلة الشيخ هذا أبو عمر يقول في الآية الكريمة في سورة آل عمران والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا قبلها قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هنا أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيجمعون بين المتشابه والمحكم فالمتشابه يفسره المحكم ويقولون كل من عندي ربنا المحكم والمتشابه والمتشابه يفسره المحكم ويوضحه نعم في دعاء القنوط يقول السائل أنا أدعو فقط بالأدعية القرآنية ولا أزيد عليها هل هذا جائز هذا جائز ولكن الأمر واسع ولله الحمد ولست مقصورا على الأدعية القرآنية يدعو الله بكل ما يوافق بكل ما يوافق الوجه الصحيح من الأدعية وكل ما فتح الله عليك من الأدعية نعم يا شيخ أيضا يستفسر عن حديث ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة أنا كثيرا ما أدعي ولكن تتأخر الحصول على طلبي نعم قد يكون في تأخير الإجابة مصلحتك الله أعلم سبحانه بما يصلح العباد قد تكون المصلحة في تعجيل الإجابة وقد تكون في تأخيرها نعم فلا يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي ثم يترك الدعاء لا يستمر في الدعاء والله قريب مجيب قد يكون تأخير الإجابة إما لأن الدعاء غير صحيح وإما لأن الله يريد لك الخير بالتأخير هذا يسأل يا شيخ يقول من هم أولي العزم من الرسل وهل الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هو أولهم صلى الله عليه وسلم وهم خمسة مذكرون في قوله تعالى ولقد أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هؤلاء هم أهل أولو العزم المذكورون في هذه الآية نعم ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات ومع استفساراتكم وأسئلتكم ودائما نذكر بأن تكون هذه الأسئلة التي تبعثون بها لسماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان مختصرة ومفيدة كي نتمكن أيضا من عرض مجموعة من أسئلة الإخوة والأخوات رسائلكم النصية تأتي على الرقم الذي سيظهر على الشاشة قريبا شاكرين ومقدرين لكم تجاوبكم وحرصكم على هذا البرنامج فضيلة الشيخ هذا يقول حديث ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له أجر يوم القيامة فيما معنى الحديث نعم الحديث صحيح وفيه فضل الغرس غرس النخل والأشجار المثمرة التي تنفع الناس فإن الله يكتب أجرها أجر ثمرتها إذا انتفع بها وأوكلت يكتب أجر ذلك لصاحبها الذي غرسها نعم يقول شيخ شخص صلى عدة صلوات وعليه الشراب وهي مشققة وعلم بعد ذلك عليه إعادة الصلوات إذا كانت الشقوق واضحة يظهر الجلد من خلالها هذه غير ساترة فعليه أن أن يستبدلها وأن يتوضى وأن يعيد الصلوات التي صلىها بجوارب مشققة يظهر منها الجلد نعم إذا كان يفسخ هذه الشراب في كل وقت ولكن يلبسها خوفا من البرد يلبسها ما بمانع لكن إذا كانت مشققة شقوقا كبيرة يظهر منها الجلد فلا يجوز أن يمسح عليها ولا يصلي بها نعم والدي يقول يغسل الكلة يوميا يدخل قبل الظهر ويخرج قبيل المغرب نعم يخرج متى يدخل قبل الظهر ويخرج قبل المغرب يؤخر صلاة الظهر صليها مع العصر إذا خرج قبل غروب الشمس نعم هل يا شيخ هذا الحديث فيه أريد منك شيخ يقول أن تبينوه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر هذا يوخذ منه الجمع بين المغرب والعشاء للمطر من غير من غير عذر ولا مطر ولا سفر ولا سفر أي مغرب ولا مطر نعم من غير مرض ولا سفر نعم نعم هذا المراد به الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة نعم تكرار العمرة في السفرة الواحدة يا شيخ لا بأس بذلك ولكن الأفضل تكون كل عمرة بسفر مستقل نعم هذا يسأل عنه شيخ حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء نعم إن الله قضى ذلك فالدعاء من القضاء نعم فإن رب العزة يقول وقوله الحق ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وأن الطريق إلى الله جل وعلا إنما يكون من طريق كتابه فكل من دنى من القرآن واقترب يعلو عند الله مع القرآن على شاشة السعودية في الأوقات التالية ما زلنا مع الأسلة والاستفسارات التي وصلت باسم الشيخ الأخ أبو بتسامي يقول المراد بالتغني بالقرآن وإذا كان الإنسان يقرأ بدون ترتيل هل يؤجر تغني بالقرآن تزين الصوت تزين الصوت بالقرآن وعدم السرعة في القراءة يكون بترتيل فيجتهد المسلم في تلاوته للقرآن يحسن صوته يرتل القرآن يتدبر القرآن هذا المطلوب عبارة شيخ دائما نسمعها وهي عبارة معلوم من الدين بالضرورة يعني قطعا معلوم من الدين بالضرورة بالجزم والقطع نعم يقول الشجرة الملعونة بالقرآن أريد أن تبينوا هذه الآية شيخ الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم شجرة الزقوم فإنها تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وهي طعام الكفار في النار والعياذ بالله نعم الأخ أبو إبراهيم أرسل بمجموعة من الأسئلة عن ما يأتي أولا يقول كلمة نزول القرآن منجما ما معنى ذلك شيخ؟ منجما يعني مفرقا حسب الوقائع مفرقا على حسب الوقائع والنوازل ولم ينزل ولم ينزل جملة واحدة نعم نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل من بيت العزة مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والنوازل نعم له الفقر الثاني في سؤالها عن القرآن يقول أيهما أكثر نزولا من القرآن في مكة أو المدينة الظاهر والله وعلم أن نزوله في المدينة أكثر هو المراد بالمدني والمكي المكي ما نزل في مكة أو ما نزل قبل الهجرة يقولون ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني نعم يقول شيخ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته هل هي في منزلة واحدة أو تختلف من صحابي إلى صحابي لا شك أن الصحابة يتفاضلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فأحبهم إليها أبو بكر الصديق ثم عمر ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة نعم بارك الله فيكم هذا سائل يقول في الآية الكريمة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه نعم بمعنى هذا الوعد بأن وهذا فيه فضل الصدق هو النذر في طاعة الله ما أنفقتم من نفقة يعني في طاعة الله أو نذرتم من نذر يعني نذر تبرر نذر طاعة إن الله إن الله يعلمه وهذا فيه فضل النذر في طاعة الله وفضل الصدقة والنفقة في طاعة الله عز وجل نعم الأخ أبو علي أرسل بسؤال يقول فيه شيخ صالح بماذا تدرك الجمعة وإن فاتت الشخص الصلاة ولم يلحق إلا على التشهد الأخير الجمعة تدرك بإدراك ركعة وإذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية من الركعة الأخيرة فإنه يكبر مع الإمام ويتابعه فيما بقي يحصل على أجر المتابعة ولكنه يصليها أربعا ينويها ظهرا ويصليها أربعا نعم بارك الله فيكم الشيخ صالح من عليه قضاء من رمضان وجاءت الأيام الفاضلة كالست من شوال ويوم عرفة والاثنين والخميس بأيه ما يبدأ يبدأ بالموقت الذي يفوت وقته وأما القضاء فإنه موسع والحمد لله ما بين الرمضانين كل وقت للقضاء فوقته موسع نعم يقول قرأت بأن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة فما هو هذا الدعاء لأنني سوف أعج حجة العمر الدعاء مفتوحة لك تدعو بما ورد في الكتاب والسنة وبحاجتك وخذ معك منسكا مختصرا مناسك الحج وفيه الأدعية وفي منسك الشيخ بن باز رحمه الله في آخره أدعية مختارة اختارها رحمه الله ترجع إليها نعم يقول الشيخ صلوا كما رأيتموني وصلي وكذلك عبارة خذوا عني مناسككم نعم معناه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج مناسك الحج فتؤدى الصلاة كما ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتؤخذ مناسك الحج كذلك مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به نعم يقول هذا السائل نحن من المقيمين في جدة ونأخذ أنا وزوجتي وولد الصبي العمرة ويحرم معنى هذا الصبي عمره سنوات فضيلة الشيخ ولكن قد بين الفينة والأخرى يصيبه عارض فيلبس ثوبة أو يلبس الفنيلة والسروال لا يكمل العمرة مثلنا لا إذا أحرم بها فوالده ملزم بأن يأخذه ومعه ويؤدي العمرة مثل الكبير ولا يتركه يعني يترك العمرة وهو محرم بها ما يدري هو ما يدري الصبي ما يدري فوالده هو المسؤول عنه نعم طيب الشيخ لو مثلا منعوه من الإحرام لأنهم يتكرر عمرتهم بين الفينة والأخرى فهل فضيلة الشيخ يعني يخلونها محرم معهم أو يمنعونه من الإحرام إذا كان فيه مشقة ولا يتمكنون من أخذه معهم للطواف والسعي فإنه لا يحرم لا يحرم لأنه لم يبلغ وهو يكلفهم فلا يتركونه يحرم ولا يأمرونه بالإحرام نعم زك الله خير الشيخ هل على الراتب لزكاة لأنني موظف في بداية عمري وأجمع هذا الراتب في البنك فضيلة الشيخ نعم إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ولو كان مجموعا من الراتب أو من الأبجورات أو من غير ذلك نعم التحدث بالنعم كما ذكر في الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث كيف يكون بذكر بذكرها يذكر النعمة ويقول تفضل الله علي بالطعام والشراب والكسوة والمال نعم يذكرها باسمها ليشكر الله عليها والشكر له ثلاثة أركان شكر النعمة تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ يقول هذا لي عم عبدة صالحة توفيت منذ سنوات وليس لها ذرية لا بنات ولا أولاد وأشوفها كثيرا في المنام فضيلة الشيخ هل أتصدق عنها ماذا أعمل لها ادعو لها وتصدق عنها وخج عنها واعتمر عنها وكل أعمال وادعو لها ما المراد بالدعاء أو حديث الدعاء هو العبادة أو الدعاء هو مخ العبادة مخ لم يثبته لك الدعاء هو العبادة بمعنى أنه هو أعظم أنواعها أعظم أنواعها مثل قوله صلى الله عليه عليه وسلم في مناسك الحج الحج عرفة يعني الوقوف بعرفة أعظم مناسك الحج الوقوف بعرفة نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ في الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات واضح الحسنات إذا تقبلها الله فإن الله يبدلها السيئات يبدلها حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيم نعم تسأل الأخت تقول عندي ألماس وقطع فضة ورثتها من أمي وموجودة عندي في البيت هل عليها زكاة ومن راجع في ذلك نعم عليها زكاة إذا بلغت النصاب بلغت النصاب وحال عليها الحول فإنها تزكيها تخرج ما يقابل ربع العشر منها نعم فضيلة الشيخ يسأل الأخ أبو خالد عن كتاب التوحيد وأفضل ما كتب في ذلك مأجورين من الشرح المبسط شرح كتاب التوحيد الحمد لله له شروح كثيرة من أفضلها وأشملها فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وهو مختصر من كتاب تيسير العزيز الحميد الذي توفي الشيخ سليمان رحمه الله ولم يكمله فأكمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول ما حكم صيام يوم العيد لمن عليه قضاء حرام صيام يوم العيد لا يجوز ولا يصح أيضا لا يجوز ولا يصح لو صامه لا يصام يوم العيد نعم هذا يسأل يا شيخ عن الصحيح وطر ما ما الصحيح في ذلك مأجورين يستحب يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار مع شفعه نعم يسأل عن صحة حديث شيخ لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل نعم الحديث صحيح ورقعة الفجر هما أكد الرواتب التي مع الصلوات ولا تترك لا حضرا ولا سفرا نعم بالنسبة للمرأة إذا كانت الشيخ صالح مشغولة في المنزلها وفي المطبخ وهي تؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الساعة الثانية عشرة لا بأس بذلك إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل لا بأس بذلك وكل ما تأخرت كان أفضل نعم عندي تقول أختي تتشاؤم الحقيقة من بعض الشهور وبعض الأيام وذكرت أن هذا يقدح في عقيدتها فما حكم التشاؤم من بعض الأيام لا يجوز التشاؤم إنما المطلوب التفاؤل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاؤل والتشاؤم هذا من الطيرة والطيرة شرك لا يجوز نعم نذكر بجهود رجال أمننا البواسل في الداخل والخارج وهم على الثغور وندعو لهم ونقول لكم جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما تبذلون من جهود المباركة في حماية بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية ونتمنى لكم التوفيق والسداد شكرا لسماحة والدنا العلامة الشيخ صالح الفوزان على تفضله بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى أشكر فريق العمل من الإدارة الدينية ومن المعدين والمخرجين والمصورين وأنقل لكم تحيات زميلي سلطان الأتيبي الذي أخرج هذه الحلقة أما أنا فأقول لكم استمروا في طاعة الله عز وجل فالسعادة كلها في طاعته عز وجل والسلام عليكم ورحمته وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر